طلعت تبرد صندوق شوية روحت سافرت دبي عادت فترة الحمد لله قدرت أن أنا أخذ السيل أساوي ودي برضو كانت خطوات المهمة شوية بالنسبة لي بعد كده ربنا القرامل قدرت أن أنا أفكر تفكير مختلف شوية وبشكر مجلس إدارة النادي الأهلي وبشكر كابتن سيد الحافيز أنه قدري وطبعا بشكر مستقرر لأنه قدري تحلل فرصة أن أنا أبقى موجود وقدر أعمل فترة معايشة في نادي كبير جداً زي النادي الأهلي ممكن زي ما أقول يا كريم كل الناس متفكر أن أنا أطلع أوروبا عشان أعمل فترة معايشة طبعا أنا أوروبا موجودة عندي في مصر أيوة دي حقيقة بجد يعني أولاً أنا عاشت في نادي الأهلي ولا لعب ومش بقول الكلام ده عشان أنا بنتمي لنادي الأهلي لكن دي حقيقة أنا بالنسبة لنادي الأهلي لا يقل لشيئاً عن أي فرقة في أوروبا كاحترافية كتنظيماً كإدارياً نواحي الفنية كمان أنا أنت عندك بسا كلها الرجل بسك منتخب سويسرا سويسرا اسمي كبير عامل نتائج من وجهة نظري كمان أنه من الحاجات المهمة أولى اللي خلتني كمان أبقى أخذ الخطوة دي عنده فكره وعنده أنا شايف أنه فيه تحركات الملعب بالنسبة لي كمدرب عايزة استفاد منها شايف تطور على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ليه ما استفادش منها فبشكره وبشكر كابتن سيد بشكر مجلس إدارة إنه قدر يعني قدر أو وفق إن أنا أخذ الفرصة دي لأنها برضو من الحاجات اللي هتساعدني إن أنا أقدر أعمل فترة معايشة في نادي كبير زي نادي الأهلي لإني زي ما قولك الحمد لله أنا شغلي وخبراتي أدي كلها حاجات مهمة لكن لازم أطور من نفسي الحمد لله جاي لي أكتر من عرضي دلوقتي في الممتاز به بدرس أكتر من حاجة فيهم عشان إن شاء الله أوصل لأفضل حاجة الحمد لله أحمد ربنا أنا دلوقتي بقى عندي الثقة إن أنا أشتغل وحدي الحمد لله اشتغلت مع أسماء كبيرة ومع خبراتي في اللعب معا كمان بقى فيه نمازج يا كريم أنا مش عايز أدخل في الأمور كلها مرة واحدة بقى فيه نمازج بتخلي رؤوسائي الأندية أو الماسونة عندهم ثقة في كل المدربين مش عايز أقول الصغيرين لكن بقى فيه ثقة في كل المدربين اللي عايزين ينجحهم يعني مثال زي أحمد عبرقوب في نادي بلدية المحلة حاجة محترمة تقريبا ما كملش حاجة وثلاثين سنة هو أغريس كان بيقولي عنده سبعة وثلاثين سنة سبعة وثلاثين سنة وقدر يصعد بفرقة كبيرة زي نادي بلدية المحلة دي بتخلي الناس عندها ثقة فينا كابتن حسان عبعال بينافس مع تكرنس لآخر أسبوع بيدي ثقة للناس المسؤولة لإيه المانع أن أنا أدي فرصة لصديق وتكلم على الأمير عازم الجاهد مع نادي السكة بينافس لحد تقريبا آخر أسبوع فمش عزيزي مكي محمد مكي ديوقتي في حرص الحدود كل دي حاجات بتخلي الناس عندها ثقة فينا بيبوا مع الجونة طبعا طبعا برضو بصعد أسوان قبل كده بالزبط الفكرة أنه موضوع الشباب هي فرصة أنه الشباب فعلا تمسك بس الشباب اللي أنت شباب يعني طبعا كل الناس لها كل الاحترام بس لما نقول فرصة للشباب فأنت الشباب يعني عشان أحيانا أنا فاكر كابتن حسان البدن لما تولى المهمة بتاعة المدير الفني للنادي الأهلي وهو كان كاسر الخمسين ربنا يديره الصحة بده يقوله إيه كابتن حسان البدري المدرب الشاب للنادي الأهلي مدرب الشاب دي ممكن تيجي من تلاتينات أصلا يعني ويبدل شاب ببقى طول عمره عادي بس يعني تيجي من تحت وعندنا نماذج كتير جدا في أوروبا كده يعني عندنا نماذج يعني تريبا المدرب برايتون ده اللي عمل نتائج غير طبيعية تريبا حاجة وثلاتين سنة تقولك عندنا نماذج لأ تقدر تخلي ناس عندها سكة فينا كلها فالحمد لله موجود أكتر من عرضي بالنسباني أتمنى التوفيق إن شاء الله نختار الأفضل بينهم